موسيقى الجماهيرية وما عندنا سمين غير الآيات السمية والجماهيرية إذن مشاهدي الكرام موضوع حلقتنا بخصوص اليوم الدامي الذي جرى في الخرطوم للأسف مقتل ستة قتلى بينهم ضابط في الجيش إضافة إلى أكثر من مئة مصاب بالرصاص الحي ضموا معنا هنا في الستوديو للتعليق على هذه الأحداث الأستاذ مناضل عبدالله الناشط والإعلامي السوداني والأستاذ محمد ضوين المحل السياسي السوداني مرحبا بضيفينا الكرام لو نبدأ بك أستاذ محمد بخصوص هذه الأحداث كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نترحم أولا بأرواح الشهداء الذين سقطوا ليلة البارحة ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحة وكذلك عزاؤنا يمتد لكل شهداء الثورة أمس كانت انتكاسة كبرى ما كان يتوقع الشعب السوداني من بعد انشراجها كنا نتوقعها وكنا نستبشر خيرا بعد انتهاء اجتماع مجلس العسكري وقوة التغيير والشعب السوداني مل من هذا التطويل وهذه المماطلة بين الطرفين والأمس يعني كاد أن يفرح ويسعد بهذا الاتفاق لو لا يعني هدث حادث كبير جدا ومؤسف ما كان متوقعا طيب دعني أسأل الأخ مناضل لماذا حدث هذا الحدث المؤسف؟ يعني الناس كانت تنتظر الحل السياسي والوصول الاتفاق فلماذا جرى هذا التصعيد برأيك؟ يعني حسب الأنباء المتواردة من هنا وهناك أن بعض الصوار استفزوا قوات الدعم السريع أو الجيش لكن هذا ليس مبررا حتى يقوموا بمجزرة كبيرة كهذه المجزرة لكن يعني جعلت غريبة بعض الشيء يعني في الوقت الذي يعني تم الاتفاق وتم إعلان نقوله الريو التغيير والمجلس الأسكري أنهم توصوا الاتفاق يعني بنسبة كبيرة جدا يعني بنسبة تعدد المسائل الخلافية يتفقوا بنسبة كبيرة جدا فقط تبقى يعني عدد التمثيل في المجلس السيادي المقترح في الوقت في اتفاقيات جارية يعني جاء هذا الاعتداء الكبير والضخم والغاشم جدا يعني لكن الأسباب الحقيقية العدت إلى هذه المجزرة إلى الآن يعني لا يعرفه أحد يعني المجلس الأسكري يحمل جهات أو طرف ثالث سوى من قاد هذا الهجوم لكن هذا يعني ليس صحيح ورأينا يعني قبل قليل في مؤتمر قوى الهرية والتغيير وهي تحمل المجلس الأسكري النتائج هذه حتى في مؤتمر الصحفي للمجلس الأسكري في الساعات الأولى من الصباح اليوم يعني هو أيضا اتهم جهة طرف ثالث وجهة ثالث وشدد دائما على اللهجة بتاعت إنه السوار هم من سعدوا هم من من ساحات حسابهم تمدد وهكذا يعني حتى لم يترحم على بقية الشهداء يعني ترحموا فقط على شهيد القوات المسلحة الذي سقط أرضا والذي درب من الخلف ويعني ردد كثيرا أننا لن نسمح بإطلاق النار من الكباري في إشارة واضحة أن المندسين هم من كانوا يتواجدون في الكباري لكن النظر للأحداث يأي تماما أن الذين يعني دربوا النار لم يكنوا يعني صوار نزمة لنوعية الأسلحة السقيلة التي كانت تستخدم إذن أستاذ مناظل وإن كنت تعود إلى أستاذ محمد هناك إطلاق نار ولهجة المجلس العسكري قاسية في الحديث عن هذا الأمر وكانت دائما أصلا تتحدث بخصوص مشكلة قطع طرقات والمتارس ونحو ذلك برأيك هل مثل هذا السلوك الآن أليس يتعارض مع ثورة نجحت في إزاحة الرئيس السابق أمار البشير؟ بالطبع يتعارض لأن هذه الثورة ثورة سلمية وهدفها الأول والأساس هو تحقيق أهداف الشعب السوداني بحكومة مدنية مستقر لها وتحقيق عدالة وسلام وكذا والاعتصام في حدوده الجغرافية مكان احترام لدى الشعب السوداني لأنه يعتبر سودان مصغر كل الجهات كل أطراف كل التنظيمات كل الولايات موجودة في هذا الاعتصام كشباب والمجلس العسكري نفسه يحترم هذا الوجود في حيزه الجغرافي ما دام يتم فتح الطرق والمسارات والقطار لأن هناك ارتباط بحياة الناس فبالتالي لا ضرر المجلس العسكري لا يتضرر من موجودة الاعتصام بل الشعب السوداني يرى هذا الاعتصام يحقق المطالب إن شاء الله ولكن الامتداد خارج ميدان الاعتصام هذا يؤدي إلى احتكاك مباشر مع قضايا الشعب مع احتياجات مصالح المواطنين مع حركة المواطنين مع حياة الناس وهذا يتنافى مع مطالب الثورة التي تريد استقرارا وسلاما للمجتمع السوداني فلاحظنا أمس تكدس في حركة المرور رأينا كل الشوارع مغلقة يعني بعد الشعب السوداني نصفه أفطر خارج البيت تعطلت حياة المواطنين تماما وحصل حدث تململ وتضايق من هذا الحدث يعني هناك اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير بخصوص ساحة الاعتصام نعم صاحة محددة منطقة جغرافية محددة وهي ميدان القيادة العامة وقوات الدعم السري كلها تحيط بهذا الميدان حماية للمتظاهرين ولهذا نحن نستبعد أن يكون الدعم السري أو الجيش السوداني طرف في قتل المتظاهرين أمس يعني نحن نرى أن المجلس العسكري هو أرفع من أن يمارس هذه الممارسات هذه الممارسات لا تشبه دولة وإنما تشبه عصابات تشبه جهة حاقدة حاسدة على الوضع الذي تحقق الآن في السودان وهذا هو الغل الذي كنا نتوقعه من الثورة المضادة الذين لا يريدون للسودان استقرارا ولا يريدون للثورة نجاحا ولا يريدون اتفاقا بين العسكر والشعب السوداني حتى يخرج من هذه المعضلة وبالتالي تأتي هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات التي تمثل جسر كبير جدا للرجوع إلى الخلف وإلى المرحلة الأولى ولكن الثوار رأينا أمس كانوا يتحدون الموت كانوا يقبلون على الموت بلا هوادة كانوا لسان حالهم يقول نحن ثابتون نحن مستمرون في الأتصام حتى نحقق أهدافنا كذلك رأينا موقف الجيش السوداني والذي فقد شهداء من بين العسكر هذا يعني حقيقة أن هناك تلاحم شعب عسكري وصدق قولهم جيش واحد شعب واحد وسيتجاوزون هذه المحنة وهذه الفتنة التي أريد بها قتل القضية لكن إن شاء الله هم جادون في الوصول إلى أهدافهم نعم هذه نقطة تستحق التعليق حقيقة منك أستاذ مناضل ثبات الشباب الآن في الاعتصام رغم الضغوط التي يتعرضون لها سواء من المجلس العسكري أو من جهات دولية تحاول فرض المجلس العسكري بصيغته الحالية على السودانيين برأيك هذا الصمود من قبل الشباب والثوار هناك هل تتوقع أن هذا سوف يستمر؟ نعم سيستمر وسيتزايت أن هذا الصوار خاصة في موكب دعا له اليوم غد سيكون هناك إقبال أكبر من الماضي يعني رأينا أمس بالأحداث خاصة هناك أيور ناريحية هناك قتل هناك ضرب وإنما يعني علم بقية الصوار في مختلف أهياء ولاية الخرطوم يعني جميعهم هبوا يعني جاء مواكب ضخمة جدا من مدن ولاية الخرطوم اللي سلاس من بحر ومن درمان وحتى من أطراف الخرطوم يعني جاءوا يعني ببسالة يعني شعارهم المتردد دائما يعني تعال شايل معك كفنك يا وطني لوطني ووطنك يعني الشعب وسل مرحلة اللارجعة يعني الآن هم يعني تعلموا من الدروس المستفارة من السورات الموجودة في الدول الأخرى تعلموا مثلا من السورة المصرية خيروا مثال وأقرب مثال للواقع السوداني الآن لذلك الشعب يعني سيتواصل في الحضور والتوافد إلى مقر الاعتصام والقمع لن يجدي نعم القمع لن يجدي تماما لكن ماذا عن توسيع ساحة الاعتصام هناك من يقول هناك تضرر من قبل الناس وسكان خرطوم بسبب إغلاق الشوارع المحيطة لساحة الاعتصام لماذا لا يبقى الاعتصام في مقر واحد كما كان الاتفاق بين المجلس العسكري والمعتصمين هذا هو التسعيد الذي دع له قوى الحرية والتغيير يعني المجلس الأسكري لن ينفهمه إلا التسعيد خاصة في الآوين الأخيرة هناك أدم اتفاق وهناك التباعد للرؤى والنظرات بيناتهم في القضايا المتعلقة في مسألة تكوين الحكومة الانتقالية القادمة لذلك هو القوى الحرية والتغيير دع المعتصمين إلى التسعيد ودع إلى أنه يكون هناك توسعة مقر الاعتصام أو مكان الاعتصام يعني الشعب الذي يقول أن الحياة سيتعتل يعني هو فليتعتل يعني كما يقولون الشباب في الشارع يعني فليتعتل الحياة لمدة أسبوع يومين ثلاثة أيام ثم نعيد حياتنا مرة أخرى الآن هم يلوحون بقصة الإضراب المفتوح في كل المؤسسات خاصة هناك إضرابات وإحتياجات في كل قطاعات الدولة نستطيع أن نقول في كل قطاعات الدولة لكن لا تنسى أن المعتصمين ليسوا كل الشعب السوداني هل برأيك هناك زخم شعبي سوف يستمر في تأييد المعتصمين أمام مقر القيادة نعم سيستمر وبأثخم مما كان رغم الصعوبات رغم الأزمات الاقتصادية نعم رغم الأزمات يعني أشعب السوداني الآن ولاية الخرطوم تحديدا النسبة اللي يتمثل الشباب حتى يفوق 70% ونسبة الشباب يعني بنسبة 90% وال95% هم مؤيدية ثورة هم مستعدون أن يقدم أرواحهم فداء للوطن ورأينا بالأمس يعني رغم من الضرب والقتل وأصوات الرصاص والزخيرة الهية يعني توافد أعداد كبيرة جدا إلى مقر الإتسام هذا بدل أنه شعب والشباب السوداني بالذات لن يتراجع أبدا إلا أن يحقق مطالبه وإن كان هناك يعني قتل وإن كان هناك ضرب لأعداد كبير منهم فهم لن يتراجعوا هذا الوضع حسنا ما يستمر لمدة 4 أو 5 أشهر ومستهيل أن يتراجعوا أنه في الأعوذ الأخير طيب نرجع إليك أستاذ محمد بخصوص القوى السياسية المعارضة حتى الجبهة الوطنية للتغيير التي ليست على ويام فيما يبدو مع إعلان قوى الحرية وتغيير أدانت ما جرى وحملت المنسل العسكري المسؤولية برأيك هل هذه فرصة الآن لتوحيد الصف السياسي للمعارضة السودانية؟ طبعا كل الصف السياسي يعني يرفض هذا العنف وهذا غير مقبول من كل قطاعات الشعب السوداني لأن الثورة كانت نموذج يحتدى به فما كان لها أن تتحول هذا التحور الكبير القوى السياسية الأخرى غير التي كانت مشاركة في النظام السابق أو غير المؤتمر الوطني هذه القوى من حقها أن تشترك حق دستوري حق شعبي حق يقتضيه النظام الديمقراطي وشعارات الثورة نفسها بأن هناك عدالة وهناك حرية فإذا أنت تريد أن تمارس حرية حقيقية وتريد أن تحدث انتقال حقيقي من أهد ديكتاتوري مستبت إلى أهد منفتح أهد في حريات فمن باب أولى أن تبدأ أنت بالحريات فقوة التغيير هي التي أحدثت هذا الحرك من باب أولى هي تكون أنموذة تكون قدوة حسنة لتطبيق الحرية والعدالة كيف تكون يجب أن تخبر الشعب السوداني كيف تكون العدالة ونحن نموذة في هذه العدالة وبالتالي لا إقصال لأحد لا تفريق بين الشعب السوداني السودان يسعى الجميع يعني استهداف المعتصمين لم يختار لون على لون اختار الجميع يعني هل هذه فرصة فعلا للتوحد نعم كل الأحزاب الآن موجودة في الميدان يعني إذا تقاع أصد أحزاب في بداية الحرك الآن كل الأحزاب السودانية موجودة داخل الميدان وأنا أخشى أن يكون الكيزان أيضا داخل الميدان يستغلون أي فرصة لإفساد هذه الأجواء فبالتالي من باب الحكمة أن تتحرك كل القوى السياسية متحدة مع المجلس العسكري للخروج من هذه الحالة لأن مسألة التصعيد لا تليق بهذا المقام نحن نتكلم عن شركاء في صناعة ثورة شركاء في حكم وطن مجلس العسكري قوى التغيير القوى السياسية الأخرى فما حاجة للتصعيد لأن إذا فتحنا باب التصعيد تكون شركاء متشاكسون وبالتالي يكون خاسر الوطن وممكن الشعب السوداني يتملم الأكثر ويصل مرحلة الاستغناء كل هذه الأطراف يطرحها أرضا ويعتمد على الميدان فقط في حل المشكلة أعود إليك أستاذ المناظر هذا المؤتمر الصحفي قبل قليل لقوى الحرية والتغيير لماذا لم يكن اجتماعا شاملا لأيضا المكونات الأخرى السياسية في السودان من أجل أن يكون هناك ضغط قوي من المدنيين على العسكر هناك لا يوجد اتفاق ما بين كل القوى السياسية الموجودة في السودان يعني ليش ما في اتفاق هناك اتفاق ضد البشير وسقط البشير اتفاق ضد المجلس العسكري وضد انتهاكاته وموجود أين الاختلاف؟ القوى التي ضد المجلس العسكري أو ضد حكومة الانقاس يعني قبل السقوط وهم خارج يعني قوى الحرية والتغيير يعني قوى نستطيع أن نقول أنها قليلة وضيفة جدا يعني يعني خاصة الأحزاب التي تدبع النزام يعني أول أحزاب الفكة كما نقول في السودان يعني الذين كانوا مع النزام لآخر لحظة وقدم لهم الدعوة مرات ومرات ليوقوا على إعلان قوى الحرية والتغيير يعني متمر الشعب حركة الإصلاح الآن حزف فكة لديك أحزاب كانت معارضة للبشير نعم المتمر الشعبي لم تكن معارضة يعني المتمر الشعبي في آخر أيام بعد إبريل وجه منسوبه بالنزول إلى الأرض يعني بعد إبريل يعني أربع أو خمسة شهور الشعب السوداني يجري في الشارع وحتى لم يفد الشراكة مع المتمرتهم إلى آخر لحظة يعني كان عندهم منسوبين في الحكومة إلى آخر لحظة ضمن حوار وطني كان في السابق نعم فترة ما بعد الحوار الوطني كانوا مشاركين في الحكومة لذلك قوى الحرية والتغيير يعني الآن ترفض الجهات الموجودة أخرى خاصة الأحزاب التي كانت تناصف أو تشارك الحكومة إلى آخر لحظة خاصة الذين كونوا تحالف 2020 لدعم الانتخابات في السودان في ذلك الفترة لكن لا تلاحظ أن هذا الاختلاف يضعف المدنيين أكثر في مواجهة الأسكر؟ نعم ربما سيضعف وأضعف خاصة يعني أنه في هذه القوى حاولت أن تشكل تحالفات خاصة يعني بحر أبو قردة وما يرس ورد ذهب وقادة أدت من الأحزاب التي كانت تطبع لدعم حاولوا يكونوا تحالف حتى يعني يفاوضوا المجلس العسكري خاصة بعد مهزلتهم التي كانت في قاعة الصداقة وانتدت للضرب بالكراسي ما بينهم لذلك تكوين هذا التحالف ربما يضعف من قوى الحرية والتغيير لكن المطمن أكثر أن كل الشعب السوداني هو ضد الأحزاب الأخرى الآن هو يقول أن أمامه فقط قوى الحرية والتغيير يعني بعيدا عن هذه الأخرى ولكن يعني قانونيا لا يمكن أن يكون ذلك إلا بانتخابات هي من تحدد هل الشعب مع هذا الطرف أو ذاك نحن الآن في مرحلة انتقالية وهناك تفاوض بشأن ذلك وحتى الآن هذا التفاوض لم يثمر إلى شيء في المؤتمر الصحفي قبل قليل كانت قوى الحرية والتغيير تقول يوم الأربعاء يوم غد هو اليوم الأخير للتفاوض مع العسكر برأيك هل هذا التحديد للمهلة ينبني على فعلا أمور واقعية وموضوعية أخي حقيقة أي اتجاه من قوى التغيير لإغلاق بالتفاوض والحوار مع المجلس العسكري هذا يحبط حق هذه القوى في التحدث باسم الشعب السوداني لأن الشعب السوداني لا يستطيع أن يصبر كثيرا على قوى التغيير ويتحمل هذا الشعب السوداني في إمكانه أن يتخذ القرار بين الميدان أو يحدد الميدان والمجلس العسكري لمعالجة هذا الأمر لكن دعني أنا أتحدث قليلا لما قاله الأخ مناضل في القوى السياسية خاصة المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي ينقسم من قسمين من بعد المفاصلة مباشرة ينفصل المؤتمر الشعبي عن البطن وتكون هذا الجسم وظل هؤلاء الناس يقودون طيار الإصلاح والمعارضة وكلهم ما بين معتقل وما بين مهاجر إلى خارج السودان هذا يسمى طيار الإصلاح في طيار آخر مشارك مع الحكومة طيار آلي الحاج وغيره هذا ليس الطيار المقصود الطيار المقصود هو طيار إصلاح هو شارك في هذه الثورة ويقال أنه مبتدأ هذه الثورة وقدم شهداء كبار ومشهورين من المؤتمر الشعبي وهذا ليس موضوعنا المؤتمر الشعبي لكن أريد أن أفهم الآن السنوسي كان مستشارا للرئيس البشير بعد الحوار الوطني الذي عقد بين حزاب معارضة والرئيس فهل هو من أي طيار إذن؟ هو طيار المشارك مع الحكومة طيار مرفوض من قبل قوى التغيير ومن قبل الشعب باعتباره مشارك في النظام السابق حتى آخر لحظة لكن هناك طيار داخل المؤتمر الشعبي غير مشارك منذ المفاصلة وبالتالي هذا طيار بريء من دم الشعب وبريء من مال الشعب ومن أي فساد وبنفس اللافتة لافتة المؤتمر الشعبي أم له لافتة مستخدم؟ لا إصلاح طيار الإصلاح داخل المؤتمر الشعبي والآن موجودون في الميدان ومشاركون فأنت تقصد أنه لابد من التمييز يعني بين من شارك ومن عارض يعني ما هي المكاسب التي حقيقها قوى التغيير من إقصاء الآخرين الذين لم يشاركوا في النظام السابق وهم قوة سياسية معروفة ومشهودة كقوة تنمية ودولة القانون أو التنمية والإصلاح أو قجبها الوطنية العريضة يعني أنا أظنها يضر قوى التغيير لا يكسبها شيئا فبالتالي من الأصلح ومن الأوعى لهذه القوة أن تتناول بطريقة عامة لا تلجأ إلى شمولية النظام السابق ولا إلى دكتاتورية النظام السابق ولا إلى كتم الحريات وتقييد الحريات كما كان سابقا وإلا يكون يحتاج إلى ثورة جديدة لإسقاط هذا المنهج الأيضا يعني اتبع له وهذا يشير إلى كثير من الشبهات التي أثيرت حول تجمع المهنين بأنه صنيعة كيزانية النظام السابق أو بعض الذين كانوا لا يريدون استمرار لهذا النظام من داخل المؤسسة الحاكمة هم صنعوا قوة التغيير أو تجمع المهنين هذا صناعة كيزانية كاملة ووزعوا هذه الأدوار مع بعض الشباب الشويعيين وكذا فهذا الأمر الآن يروج في الشارع السوداني يعني ولكنها فرضية صعبة قليلة لأنها أودت بالكيزان ورأسي النظام لكن دعني أسألك في هذه النقطة بعضهم يعني يشتكي من قوى الحرية والتغيير فتجده يذهب إلى أحضان العسكر ويرضى بهم كمسيرين للمرحلة الانتقالية ليس هذا خطراً على السودان بشكل آه؟ أحسن المجلس العسكري هو الحاكم الفعل الآن هذا لا يشك فيه وهو حكم بتفويد من الثورة وتفويد من الشعب السوداني لكن الحكم الرسمي الذي يكون التفويد الكامل للحزب الذي يحكم بعد الانتخابات لكن الآن تفويد ثوري والمجلس العسكري هو يدير أمور الدولة والمؤسسات كلها تحت إدارته وتحت إشرافه الآن التفاوت لأجل إلحاق الآخرين أو المدنيين بإدارة هذه الدولة لكن معترف به حتى عند العالم كله الآن المجلس العسكري هو رئيس الدولة السودانية وهو المدير على هذه الدولة السودانية في كل نواحي الحياة لا شك هذا خطر على ثورة السودان التأمنون العسكر يعني ينقلب على أهداف الثورة في ظل إصرار المجلس على الانتقال إلى مدنية وتكوين مجلس عسكري مدني ومجلس شريع مدني وهياكل الدولة مدنية وهذا ما يطلبه العالم أجمع ومؤسساته والشعب السوداني أيضا في ظل هذا الإصرار وهذا الثبات على المبدع لا يؤثر ولكن إذا تبين وانكشف في يوم ما أن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة إلى الشعب السوداني هنا نستطيع أن نقول هنا انقلاب هنا نستطيع أن نقول امتداد لحكومة عسكرية جديدة وبالتالي يمكن أن تأتي شعارات أخرى طيب أعود إليك أستاذ مناظل كيف تنظر أنت لما قام به العسكر وما طالب به المواطنون أحكم البلاد بدلا عن البشير؟ المواطنين لم يقولوا للأسكر أنت أحكم بل قالوا له خز الحكومة وسلمها للمدنيين يعني الشعب من المستهيل أن يرضى بحكومة عسكرية خاصة بعد التجربة المريرة تجربة الخاصة كانت تجربة عسكرية مصحوبة بغطاء مدني الشعب السوداني تدرر جدا من النزام والحكومة العسكرية خاصة في تيار مشابهة خاصة التجربة المصرية يعني خير ومثال وانقلاف الشرعية وانقلاف الديمقراطية والآن يرى يشوفوا الحاصل من الوضع الموجود في مصر يعني الوضع عاد إلى الأسوأ لذلك الشعب السوداني عندما قال للعسكر يعني استلم الحكومة وسلمها للمدنيين يعني ليس أن تبقى أن تحاكم لا ليس أن تبقى أن تحاكم والآن لم يريدوا أن يقصوا العسكر من المساحة كما يقولون يقولون أن يسلموا الحكومة للمدنيين ودور العسكر بتبقي موجود في الأماكن التي تحفظ أو في الأماكن التي مناطبها العسكر يعني خاصة مثلا وزارة الدفاع الشرطة يعني الأماكن التي من المفترط أو من الممكن أن يكون فيها الجيش لكن الآن الجيش هو السلطة الفعلية هو السلطة الكلية هو الذي يعني يفعل كل شيء في الدورة ونحن أننا مثلا في السودان يقول دائما أن الجيش لا يبني بلد ليس في السودان فقط يعني هذا معروف في العالم أن العسكر مكانه والمطلوب شعبيا تسليم السلطة إلى حكومة مدنية يعني انتقالية تستطيع أن تعيد الأمور حتى يهيئ البلاد صيغة هذا الانتقال هو محل الجدل الآن والخلاف في المشهد السوداني وسنتابع تطورات هذا الحدث كان بودّي أن أكمل مع حضراتكم اللقاء ولكن أزفها الوقت أشكر في زيال الشكر أستاذ مناظر عبدالله الإعلامي والناشط السوداني ولك الشكر أستاذ محمد ضوين المحل السياسي السوداني على مشاركتنا انتهت فقرتنا مشاهدين الكرام وانتهت الحلقة كلها ولكم التحية والسلام عليكم